شوفوا توا القيمة التقريبية للأعداد العشري باهي في القيمة التقريبية شنو ينجم يسألني نجم يسألني على القيمة التقريبية بالأحد وللقيمة التقريبية بالأجزاء من الأشار وإلى القيمة التقريبية بالأجزاء من المئة وإلى القيمة التقريبية بالأجزاء من الألف وإحنا سبق وشوفنا العدد العشري من شنو يتكون الأجزاء متاعه شنو نسميه باهي في القيمة التقريبية المقياس متاعنا هو الرقم 5 باهي كيفاش نعمل أول حاجة المرحلة اللولة نحط صبعي على الرقم المطلوب الرقم مثلا قال للقيمة التقريبية بالأحاد نمشي نحط صبعي على الرقم المطلوب اللي هو رقم الأحاد في العدد العشرة نمشي نشوف الرقم اللي قبله المرحلة الثانية نمشي نشوف الرقم اللي قبله كان الرقم اللي قبله أصغر من خمسة نمشي نكتب العدد كما هو وأول رقم فيه العدد اللي بش نكتبه هو الرقم المطلوب اللي هنا هو رقم الأحاد كان قلي القيمة التقريبية بالأحد وكان العدد اللي قبله يساوي 5 وإلى أكبر من 5 نمشي نكتب العدد مع إضافة واحد للرقم المطلوب مثلا قلي القيمة التقريبية بالأحد كان قليت الرقم اللي قبل الأحد يعني في جزء العشري نلقاهها أكبر من 5 ولا يساوي 5 نمشي نكتب يعني العدد ونزيد واحد للرقم المطلوب اللي هو رقم الأحد أو شوفوا طرح ما معناه مثلا قال يحدد القيمة يعني التقريبية اللي هنا ينسيتها القيمة التقريبية بالأحاد للأعداد العشرية التالية مثلاً أعطاني العدد 304.051 هو قليل قيمة التقريبية بالأحاد شنو نعمل؟ أول حاجة نجي نحط صبي على رقم الأحاد مو هذي أحاد عشرات مئات وهذي الجزء من الأعشار الجزء من المئة الجزء من الألف هكا ولا؟ ههي هو قليل قيمة التقريبية بالأحاد نجي نحط صبي على رقم الأحاد يعني كنحط صبي على رقم الأحاد عندي حلي يعني نكتب العدد هذا 304 كيف ما هو وقتاش كان الرقم اللي قبله أصغر من 5 وإلا بش نكتبه هذا يا رقم الأحاد بش نزيده 1 وقتاش كان الرقم اللي قبله أكبر وإلا يساوي 5 أني الهناي عندي 304.051 حتيت صبي على الرقم الأحاد المرحلة اللولة المرحلة الثانية نمشي نشوف الرقم اللي قبله اللي هو في الجزء العشري في الأجزاء من الأعشاء لهناي عندي الجزء العشري أصغر من 5 معناه شنو نعمل نكتبه العدده كما هو وأول رقم فيه هو الرقم المطلوب معناه نعاود نكتبه الرقم العدد هذي كما هو 304 أو القيمة التقريبية 304 وأول رقم فيه شنو وهو الرقم الأحاد يعني رقم اللي قلنا عليه خاطر هو قلي القيمة التقريبية بالأحاد هاش نشوف به هون عدد أول رقم فيه هو رقم الأحاد على خاطر هو قلي القيمة التقريبية بالأحاد ناخد مثل اخر مثلا 304.501 هو قليل قيمة تقريبية بالاحاد نمشي نحط صبعه على رقم الاحاد معناها ايا بش نكتب 304 كي اسمه ولا بش نكتب 305 يعني الاربا بش نزيدها واحد هذا معناها حسب شنوه يعني بش نكتبه حسب الرقم اللي قبله كان الرقم اللي قبله اصغر من 5 بش نكتب 304 كي ما هو كان الرقم اللي قبله يساوي او اكبر من 5 بش نزيد واحد الرقم الاحاد راح نشوف هنا قيته يساوي 5 معناها لنا بش نكتب 304 هاليا اما مش بش نخليها كاكا بش نمشي نزيد واحد الرقم الاحاد معناها بش يوليلي 305 هو القيمة تقريبية هنا 5 معناها نوضيف واحد للرقم المطلوب كياني لنا مسيمته رقم المطلوب الرقم المطلوب نقصد به الرقم يعني اللي طلب منه القيمة التقريبية متاعه بالاحاد الرقم المطلوب هو رقم الاحاد يعني مثلا 126.110 معناها نغطي هذا الكل نغطيه يا بش نكتب 126 كيف ما هي كان العدد اللي قبله اصغر من 5 وكا وإلا بش نكتب 126 هذي رقم الاحاد 261 كان الرقم اللي قبله يساوي او اكبر من 5 ترح نشوف هون واحد معناش لش نعم بش نكتب 126 كيف ما هو هون 166.761 نغطي حاشي برقم الاحاد ياش نكتبه 63 وإلا ش نكتبه 64 هذا حسب الرقم اللي قبله ترح هون 7 أكبر من 5 معناها بش نمشي نكتبه 64 الرقم يعني أول رقم هو رقم الاحاد خطر قلي القيمة التقريبية بالاحاد لكني القيمة التقريبية بالأجزاء من الأعشار كيف نعمل عندي العدد 301.75 قليل الأجزاء من الأعشار هواه الأجزاء من الأعشار نمشي نحط صبع عليه ياش نكتب العدد 301.7 كيف ما هو وإلا بش نمشي معناها الأجزاء من الأعشار هذي بش نزيده واحد حسب شنوه حسب شنوه حسب الرقم اللي قبله ليهو الأجزاء من المئة هو عندي لهناي 5 وإحنا شنو قلنا كان أكبر ولا يساوي 5 نزيده واحد معناها بش نكتب 301.8 وعليش على خاطر الأجزاء من الأعشار دي ما نشوف بالرقم اللي قبله والمقاس متاعي هو 5 هاوك الرقم اللي قبله هو 5 معناها بش نزيد واحد بريدتها 101.8 ترح نشوف 124.042 هون الأجزاء من الأعشار هو صفر ياش نكتب 124.0 وإلا الصفر هذا شنسيده واحد حسب شنوه حسب الرقم اللي قبله ترح هونه أربع الرقم اللي قبله أصغر من 5 معناها نكتبه كيف ما هو 124.0 اللي هي 129.254 هون الأجزاء من الأعشار هو 2 ياش نكتب 91.2 ولا فاصل 3 حسب الرقم اللي قبله بعد سبعه هاوك الرقم اللي قبله 5 معناها وإحنا قلنا كان يساوي ولا أكبر من 5 الرقم المطلوب اللي هو الأجزاء من الأعشار نزيد واحد هذك هلاش ولا إنه 91.3 نشوف الأولوية في حساب الأعداد العشرية بالنسبة للأولوية راهي نفس القاعدة انتاء الأعداد الصحيحة الطبيعية في الأعداد الصحيحة الطبيعية وقتها قلت لكم جمروها الأولوية بكلمة هي أقضاجة آه هي الأقواس القاهية القوى الضاهية الضرب وإلا أختها يعني عكسها الضرب وللقسمة الجمع ومبعض الطرح في الأعداد العشرية كيف كيف نفسها نفس المراحل أقضاجة أقواس قوى الضرب جمع طرح بيه ناخدوا مثال مثلا عندي عبارة أذون أراهم ينجموا يكونوا يالكلهم في نفس العبارة يالكلهم في نفس العبارة مثلا العبارة هذه 2 في 3.2 مع 0.25 مع 4.8 كنا فيها العبارة فيها ضرب وفيها أقواس وفيها جمع معلها الأولوي ليشكون أول حاجة للأقواس هوني الأقواس من بعد لشكون ما عنديش قوة ما عنديش قوة نضرب هذو مزوس في بعضهم 126.9 مع 4.8 بعد الي اخر حاجة الجمع نجمع ذو يعطيوني 11.7 بين قوسين 4.7 إلى 2.9 في 3 إلى 2 في 1.1 الاولوية للأقواس او الحاجة كما لنا من بعد للضرب من بعد للشكون للطرح نمشي نحسب الي بين قوسين شنو يعطيوني 2.07 بعد نكتب الاخر كيف ما هو في 3 إلى 2 في 1.1 الهنا يولى عندي ضرب وطرح ولنا ضرب الاولوية للشكون للضرب نمشي نضرب هذا ما زوزه بعضه يعطيوني 6.21 إلى 2.2 قاد للطرح نطرح هذا من هذا يعطيوني 4.01 باش نشوفه طوى زادة النشر والتفكيك تسوي 500 في بين قوسين 10 إلى 0.4 لهناي عندي زوز طرق باش نحسب به العبارة ا ا اما الطريقة هذيه متع الاولويه عندي الاولويه للأقواس من بعض للضرب نمشي نعمل 500 في ما بين قوسين هذاك مدام الاولويه اللي هو الاولويه الاقواس حسبتهم يعطيني 9.6 500 في 9.6 وتعطيني 4.800 والا هذه طريقة الولاة والا طريقة ثانية نمشي نختم بالنشر النشر شنو هو ديمك يبدأ عندي علامة ضرب بعض قوسين بيناتهم طرح والله جمع راني نمشي نعمل النشر ديريكت معناها وقلنا احنا اللي عملية الضرب ما ترحم حد فسط القواس بيناتهم جمع ولا طرح ما ترحم هونش تضربهم الكل معناه 500 في 10 وبعد حط العالمة بتاعي الى 500 في 0.4 ما رحمتهم شو الزوز ضربتهم مدامهم الزوز فسط القواس وبيناتهم عالمة الا ولا معاها راهي هذية للبرة اللي معاها على ان تضرب تضربهم الزوز اللي في مستقواس هكا عليش 500 في 10 إلا 500 في 0.4 500 في 10 تعطيني 5000 لهنه يديما نحاول نسهل على روحي 500 في 0.4 فرمش كوني نجم يخسبها ديريكت اذا ما نجمت شنو نعم نمشي نحاول نسهل على روحي نفكك هكا ال 500 اللي هي 5 في 100 في 0.4 علش عملتك على خطر المياك نضربها في 0.4 بش تعطيني 40 عندي 100 شهد 4 في 0.4 بش نوخر الفاصل المرتين شو تولي تعطيني 40 5000 إلا 100 في 0.4 في 5 تبدلت البلايس وكهو تولي 5000 إلا 40 في 5 40 في 5 تعطيني 200 5000 نحي منها 200 تعطيني 4800 نشوفه طوء عكس النشر هذية النشر تكون العبارة قصيرة ملمومة نمشي نفككها نفرتها يعني نضرب هذا في هذا إلا هذا في هذا التفكيك عكسه يعطي هالي مفرتها يعني يعطي هالي محلولة واني بش نصغرها كيش نصغرها نسمى التفكيك مثلا البي هي 860.12 في 99.9 معه 860 إلا 12 في 0.1 واني تلاحظها ترى إلا العدد هذية معاود مردن بش تخرج وعام المشترك 860.12 في انتي هذائي كهزيت هو ها 860.12 مضروف في 9.9 كهزيت ها 860.12 نقعد لكم منه بين قوسين 9.9 وهذا يعني الحد هذائي كهزيت 860.12 نقعد لك 0.1 وبينتهم شنو وبينتهم معه معناه 860.12 فيه بين قوسين 9.9 معه 0.1 960.12 فيه 100 باش نوخر الفاصل على يمين مرتين نوخرين 860.12